هذه المهمة العظيمة ويتحقيق التوحيد والقيام بندارة الخلق كانت محتاجة إلى زاد يعين ويثبت ويقوي على القيام بهذه المسؤولية الكبرى التي هي دعوة الله الدعوة إليه وحده جل وعلا الدعوة إلى عبادته دون الخلق دون غيره من المعبودات فكان أن أنزل الله على رسوله في أوائل الوحي يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا لما هذا يا رب إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة إلى آخر ما ذكر الله في سورة المزمل هذه السورة هي ثالث ما نزل من سور القرآن المبارك وفيها الأمر بالقيام الذي هو الصلاة له جل وعلا في قول يا أيها المزمل قم الليل لم يكن القيام مجرد سهر وتأمل في أركان الكون إنما كان قياما لذكر الله تعالى وعبادته والصلاة له جل وعلا فدل هذا على أن من أوائل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد التوحيد وهذه الصلاة إعانة ولهذا جاء الخبر بأن الله تعالى أمر المؤمنين قالوا استعينوا بالصبر والصلاة فالصلاة فالصلاة إعانة على مواجهة كل ما يحتاج الإنسان إلى مواجهة من أمر دينه أو من أمر دنياه ولذلك جاء في مستدرما محمد بإسنة لا بأس به من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكرثه أمر يعني حزبه شيء من أمر دينه أو أمر دنياه فازع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى الله وسلم